شو رأيك بهذه الصورة؟ القاتل بالكيماوي شو بديك سميه؟ شو بتسميه؟ سفاح؟ أكيد سفاح، مجرم، مجرم يعني كان ينقال عن والده أنه بس والده كان زكي هيدا الفرق بين حافظ الأسد وحضرته مجرم زكي ومجرم غبي؟ مجرم غبي مش المهم إذا بقيم ضايا بالإجرام يضل هو الرئيس وينطر الأنظمة الثانية لتتغير هيدا لما بيصير رئيس على بلد مشلع وكل شأفي بميل وتدخل خارجي كله فيها بيقولك بكرة بيتغير أوباما بيجي رئيس تاني بيتغير رئيس الفرنسيوي بيجي رئيس تاني وأنا رئيس لمدى العمر كمان اللي قلته عن رسوم غزالة بيتطبق كيف رح تكون نهايته برأيك؟ الله ما عنده حجار تراشي هو بيعرف كيف ينتقم من كل واحد حدا رح يقتله يعني؟ مثل مقتل العالم؟ مجريم 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 ما فينا تصور حدا بالحرب بيصور في حروب بس ما بتكب كيماوي على العالم أسلحة كيموية؟ بلا قلب وبلا ضمير؟ شو بدو ينقل؟ سيد حسن؟ شريكو مجريم؟ مجريم؟ لا، بعد عملك بيناتا الرئيس الحريري هيدول قدينه مباشرة هن السوريين وحزب الله اللي اغتالوا الرئيس الحريري واللي دبروا كل العمليات الاغتيال التاني وبيحكونا بتعفف ما قوليكون ماماو خبر؟ ما قوليكون ماماو خبر؟ لا، هذه تركيا مخلونا وماما خبر تركيا لحدة تاني لا، عملهم بمثابة الطبويين فات يحكينا قبل ما تبلش المحا... ما كنا عارفين عشو تحقيق الدولة بدو يستند انه بدو يستند على الاتصالات بلش يعملنا محاضرات مثل مسلسل مكسيكي يطلع لنا كل جمعة يطلع على التلفزيون لحتى يفنيت كيف الاتصالات لا يمكن الركون لأيها كأداة لإيدانة المرتكبين بعدين منكتشف انه كل التحقيق مستند على الاتصالات يعني I know what you did last summer عارف كتير منيح شو عامل We know very well what they did طب ليش تم اختيال ويسام الحسن؟ مع انه كان علاقة طيبة مع الكل وكان ينبهن من عمليات الاختيال يعني كلنا منعرف انه عملية اغتيال ويسام الحسن لانه جرى بينبهن انه في دليل عم بتفرجة انه سوريين متورطين وفي نيستيين متورطين وعرفوا بالحقيقة انه رح تنكشف اكتر واكتر وعلى كل حال يعني قال اكتر من مرة دكتور مصطفى علوش وخبر الخبرية كله عن موضوع الله يرحمه ويسام الحسن مع انه التزاكي وين بيكون انه يتهموا انه يوم اغتيال الرئيس الحريري موكب الرئيس مع مقلك حتى الطبخات والتمثليات تبعيتهم فاقع على درجة انه ما بتمروا عقصة صحيح يعني مش معقولة تركبي راس حدا شو بتقالي لو اليوم حسن نصر الله اتق الله مش حزب الله اتق الله وايف شرك عن هالبلد